مرحبا بكم مشاهدين هذه أهم عنوين إخبار اليوم المغربي حمد الله يحسم مصيره مع نادي الاتحاد بعد إقالة المدرب سانتو عسميا جامعة لقجاة تنجح في خطف نجم جديد لأجل المنتخب المغربي موقف صعب للرقردي قبل إعلان لائحة المنتخب المغربي الفرنسي كيليان بامباي يعرب عن إحباطها عقب الهزيمة في دور الأبطال أمام مهلا والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميا إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من مهمته في تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية وآخر هذه النتائج كانت الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد في دور أبطال ياسيا حيث لم يتمكن من تحقيق التوقعات التي وضعت عند تعينه قبل عامين وصدر بيان رسمي من النادي السعودي يعلن فيه انتهاء العقل مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بعد تقييم شامل للفترة التي قضاها في تدريب الفريق وأشار البيان إلى أن مساعد المدرب حسن خليفة سيتولى مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تكوين الجهاز الفني بما يتناسب مع تطلعات النادي وجماهيره كما تمنى نادي الاتحاد التوفيق للمدرب نونو سانتو في مساره المستقبلية ويتوقع أن يتم حسم مسار الدولي المغربي عبدالرزق حمد الله في الفترة المقبلة سواء بالبقاء مع فريق الاتحاد لمدة إضافية أو الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة حيث يتلقى اللاعب العديد من العرود من أندية الدوري الإماراتي ومن المستبعد أن يعود المغربي عبدالرزق حمد الله إلى المنتخب المغربي في المستقبل القريب مما يعني عدم مشاركته في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في كولديفور العام القادم وذلك في ذلك تنفس الشديد في مركز الهجوم لأسود الأطلس هذا وصلت صحيفة ريفيليو الإسبانية الدوء على خلاف شديد نشب داخل غرفة تبديل ملابس ناد الاتحاد بين المدرب البرتغالي نونو سانتو والمهاجم الفرنسي كارين بنزيم بعد نهاية مباراة القوة الجوية والاتحاد وذلك بسبب انتقاد المدرب البرتغالي لأداء لعبي الفريق قبل أن يتطور الأمر إلى مشادة قوية بينه وبين نجمري المدريد السابق يستمر الاتحاد المغربي لكرة القدم في سياسة لاستقطاب اللاعبين من أصل المغربية الذين نشأوا في أوروبا ويتألقون حاليا في الأندية الأوروبية بهدف دعم جميع المنتخبات المغربية وتجرى حاليا جهود لضم اللاعب إلياس بن صغير الذي يلعب لفريق مونكو الفرنسي وكذلك اللاعب سوفيان ديوب الذي يلعب لنادي نيسا الفرنسي ووفقا لموقع العربي الجديد فاللاعب البالغ من العمر الثمانية عشر عاما يعد مرشحا بقوة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب المغربي الأولمبي قبل أن يضاف إلى صفوف المنتخب الوطني الأول وهذا ينتبق أيضا على ديوب وعلى جانب نخر قرر والد رجراجي أن يأخذ لاعب نادي نيسا الفرنسي سوفيان ديوب في اعتبارها حتى وبالرغم من وجود لاعبين آخرين مميزين يلعبون في مركز الجناحة مثل عبدالسامد الزلزول لاعب ريال بيتس وسوفيان بوفال لاعب نادي الريان القطرية وذلك بسبب غياب بوفال مما دفع المدرب لإدراج ديوب في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي هذا وكان رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع كان قد شار في وقت سابق إلى ترحيب سوفيان ديوب بتمثيل المنتخب المغربي عندما كان يلعب مع نادي مونكو وكان يعتبر واحدا من أبرز المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار وذلك بأدائه المميز في الدوري الفرنسي من المرجح أن تشهد قائمة منتخب المغرب تعديلات بناء على احتمال غياب بعض الأسماء البارزة في المعسكر التدريبي القادم نظرا للإصابات وتعديل برنامج تدريبات وقد تزيد هذه التعديلات في حال تأكد اعتذار منتخب أريتيريا عن المواجهة المقررة مع المنتخب المغربي في السادس عشر من الشهر الجاري وذلك دمن تصفيات المؤهلة لكس العالم 2026 وكشف موقع العربي الجديد حصوله على معلومات حصرية تشير إلى أن مركز الوسط يجكل تحديا كبيرا للمدرب والد الرجراجي قبل الكشف عن القائمة النهائية وذلك بسبب الإصابات التي ألمت بأبرز اللاعبين الذين يشغلون نفس المركز مثل عز دين أنحي وسلم ملاحة وأوسام العزوسي ووفقا لهذه المعلومات يختار المدرب والراجراجي بعناية من بين عدد من لاعبي خط الوسط بما في ذلك لاعبي المنتخب الونبي بهدف تعويض غياب زملائهم المصابين والاعتماد عليهم خلال تصفية كاس العالم ومن المرشحين للاندمام إلى القائمة النهائية تظهر أسماؤنا مثل يحيى جبران وعمران لوزا وبنيامين بوشوري بالإدفة إلى تجديد الثقة مجددا في أمير ريتشارتون الذي شارك في المبارتين الأخيرتين ضد منتخبي كوديفوار وليبيريا في شهر أكتوبر الماضي ويجب أن نشير إلى أن غياب لعبين مثل أونح وأملاح والعزوسي سيترك فراغا كبيرا في وسط ملعب المنتخب المغربي مما يسهد تعويضهم بواسطة لعبين قادرين على سد الفجوات وتقديم الإسهام اللازم للاعبي المنتخب المغربي وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد حدث الثالث عشر من شهر نوامبر كموعد لدخول اللاعبين في معسكر تدريب المغلق بمركز محمد السادس في الريبوت استعدادا لبدء التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2026 عبر النجم الفرنسي كيلامبون بلاعب باريسان جرمان عن خيبة أمله بعد خسارة الفريق أمام إيسيميلان بنتيجة اثنين مقابل واحد وذلك في رابع جولات دور المجموعات لمسابقة دور أبطال أوروبا وكان التهديف في المباراة التي استضافها ملعب سانسيرو كان قد بدأ لفائدة الفريق الفرنسي عن طريق شكرينيار قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثنائية عن طريق رفايل ياو وأولا فيجيرو وقال بامبي في تصريحات نقلت صحيفة آسل إسبانية لقد تعرضنا للهزيمة وهذه الهزيمة الثانية لنا خارج أرضنا ليس من السهل أبدا أن تخسر ونحن مهبطون لقد فشلنا في بعض الأمور وسنحاول الرد على أرضنا في اللقاء المقبل لدى دانيو كاسل وأكمل نجم الفرنسي كلامه بالقول لا أعلم سبب الصعوبات التي تواجهنا بعيدا عن أرضنا نحن مهبطون وحاولنا وضع كل الإمكانيات من جانبنا لتحقيق الفوز ولكن ذلك لم يحدث وأضاف النجم الفرنسي الهدف الأول يتمثل في الفوز في المباراة المقبلة دانيو كاسل وهذا هو الأمر الأكثر أهمية الآن وتوقف رصيد باريسان جرمان بعد الهزيمة في المباراة أمام مالن توقف عند النقطة رقم ستة في المركز الثاني بالمجموعة حيث سيلعب الفريق الجولة المقبلة ضد دانيو كاسل على أرض ملعب حديقة الأمراء في باريس وذلك يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري